أكيد طبعاً يمكن قبل ما نخش في أخبارنا النهاردة في الفريق وأخبار نادينا كان فيه طبعاً خبر حزين وهو رحيل الأستاذ حلمي عبدالرازي المستشار القانوني للنادي الأهلي اللي وافته المانية النهاردة ونعاه مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة بريزنتيشن لايف طبعاً برئاسة الكابتن محمود الخطيب نعا نادي المستشار حلمي عبدالرازي عبر موقعه الرسمي وقال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس إدارة الإدارة والقطعات الريادية ينعون ببالغ الحزن والأسى الأستاذ حلمي عبد الرئيس المستشار القانوني للنادي الآلي التي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناده ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان كمان النهاردة مجلس إدارة الأهلي شاركه فيه كمان تشييع جنازة الفقيد وكابتن محمود الخطيب حرس طبعا والعديد من أعضاء مجلس إدارة النادينا على المشاركة فيه تشييع جثمان المستشار حلمي عبد الرزاء يعني ربنا يرحمه وحلمي عبد الرازي آسف ربنا يرحمه وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة معظم يعني كل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا الكابتن محمود الخطيب كمان شركة برزنتيشن لايف بتنعي وفاة المستشار حلمي عبد الرازي كل الرحمة وربنا يرحمه لأنه كان شخصية عظيمة شخصية يعني مسؤولة وكان يقوم بخدمات كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي في خلال حياته كلها ربنا يرحمه ميت في أيام مفترجة وطبعا مجلس الإدارة بأعضاءه بالحقيقة أو برزنتيشن لايف النهاردة بينعوا السيد حلمي عبد الرازي المستشار القانوني للنادي ودعوا طبعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته كمان عدد كبير جدا من مسؤولين نادي النهاردة الحاليين والسابقين ناعل فقيد النهاردة في وسائل الاتصال المختلفة ويعني على سبيل المثال السيدة الوزيرة عمري فاروق ناقب رئيس النادي الأهلي النهاردة كتب في حسابه على فيسبوك تحديدا توفي إلى رحمة الله الصديق والأخ الغالي والمخلص والمحترم المستشار حلمي عبد الرازي المستشار القانوني للنادي الأهلي اليوم ربنا يرحمه ويغفر له كمان العميد محمد مرجان ناقب رئيس شركة استادات كتب على فيسبوك النهاردة أتقدم بخالص العزاء في وفاة المستشار حلمي عبد الرازي المستشار القانوني للنادي الأهلي أدعو الله للفقيد بالرحمة والأسرة الصبرة والسلوان عموما ربنا يتغمده بواسع رحمته يا رب احنا كمان هنا بنتقدم بخالص تعزين ربنا يرحمه ويلهم أسرته ومحبيه والصبر والسلوان والحقيقة زي ما بسمع طبعا عمري ملتقيت فيه بس يعني دايما السيرة الطيبة هي اللي بتمتد ودايما أحسن عجلة ما يقولك ده كان راجل محترم كان راجل محب للأهلي خدم النادي سنوات طويلة في مجاله فالسيرة دايما هي اللي بتبقى ربنا يرحمه ومال في أيام حلوة قوي قوي ربنا يرحمه طبعا مسيرة طويلة مع النادي الأهلي خدم النادي الأهلي وكان محبي جدا جدا كعادة أبناء النادي الأهلي المحبين لهذا الكيان الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر